سأبدأ من نقطة مهمة جدا سأحدثكم عن الأيام سأحدثكم عن الأيام التي تحدث عنها القرآن في سورة الأعراف في الآية الرابعة والخمسين بعد البسملة إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش إلى آخر الآية الكريمة هناك تفصيل جاء في سورة فصلت بخصوص هذه الأيام هذا التفصيل يبدأ من الآية التاسعة بعد البسملة وينتهي عند الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة قل أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنَ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادَ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِي وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَةَ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِينَ الآيات واضحة ابتداء من سورة الأعراف التي تحدثت عن ستة أيام وإلى آيات سورة فصلت حيث فصلت الآيات تلك الأيام لست بصدد تفسيري وشرح هذه الآيات إنما تلوتها عليكم كي أذكركم بهذه الأيام هذه أيام الخلق قطعاً ليست كأيامنا التي نحسبها بساعات كساعاتنا ليست كأيامنا التي فيها ليل ونهار هذه الأيام التي تحدثت عنها سورة الأعراف الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش أو ما جاء في سورة فصلت خلق الأرض في يومين في الآية التاسعة وفي العاشرة وجعل فيها رواسي من فوقها وفي الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة فقضاهن سبع سماوات في يومين هذه التفاصيل التي اختطفت منها بعض الكلمات مما جاء في سورة في سورة الأعراف أو ما جاء في سورة فصلت إنها إنها تحدثنا عن أيام الخلق حين خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض وهذا العنوان السماوات والأرض عنوان للوجود في الكتاب الكريم تارة وعنوان لعالم الدنيا حين نتحدث عن عالم الدنيا إنه عالم ما تحت السماء الدنيا ما تحت السماء الدنيا هو هذا عالم الدنيا قد يستعمل هذا العنوان للأرض فقط في بعض الأحيان فحين نقول عالم الدنيا يراد من ذلك أرضنا التي نعيش عليها هذا الاستعمال موجود في الكتاب الكريم وفي حديث العترة الطاهرة الدنيا هي الأرض والدنيا هي السماوات والأرض التي يقصد منها ما دون السماء الدنيا السماوات والأرض قد يقصد منها الوجود بكله والسماوات والأرض جزء من الوجود وقد يقصد بالسماوات والأرض عالم الدنيا وعالم الدنيا هو ما دون السماء الدنيا فهذه الأيام هي أيام خلق السماوات والأرض ليست كأيامنا أيامنا نتاج من حركة الأفلاك هذه الأيام التي يتحدث عنها القرآن لا علاقة لها بحركة الأفلاك هذه الأيام هذه الأيام هي وعاء حدث الخلق حين خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى من بداية عملية الخلق إلى نهايتها لا أتحدث عن زمان هنا أتحدث عن حدث الخلق الذي اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يكون بهذه الكيفية أو تلك التي لا نعرف أسرارها الوعاء الذي يستوعب هذا الحدث هي تلك الأيام ما حقيقة هذا الوعاء نحن لا نعرفه نستطيع أن نعبر عنه من أنها مرتبة الخلق من أنها مرحلة خلق السماوات والأرض إلى غير ذلك فهذه الأيام هي وعاء الخلق لا علاقة لها بأيامنا التي نعيشها على هذا التراب أيامنا على التراب نتاج من حركة الأفلاك يتكون الليل والنهار وأيضا بسبب حركة الأفلاك فإن الليل ينقسم إلى أجزاء وكذاك هو النهار أما أيام خلق السماوات والأرض فتلك أيام نحن لا ندرك أسرارها نتمكن من معرفتها بنحو إجمالي هذه الأيام وعاء خلق السماوات والأرض وهذه الأيام لها مراتب لها ظهورات جزء من مراتبها سيتلاشى ستتلاشى هذه الأيام حينما نقرأ في الكتاب الكريم في الآية الثامنة والأربعين بعد البسملة من سورة إبراهيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات حينما نصل إلى القيامة الكبرى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات والسماوات تبدل وبرز لله الواحد القهار حينئذ سيتلاشى ذلك الوعاء الذي كان يستوعب السماوات والأرض هناك تبدل الأيام ستتبدل حينئذ ذلك الوعاء سيتبدل ويؤكد هذا المعنى ما نقرأه في الآية الرابعة بعد المئة بعد البسملة من سورة الأنبياء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب ستطوى تلك الأيام يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا لا بد أن يكون هذا إنا كنا فاعلين يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين حين نجمع بين هذه الآية وهي الرابعة بعد المئة بعد البسملة من الأنبياء مع الآية الثامنة والأربعين بعد البسملة من سورة إبراهيم الصورة واضحة هناك تبدل هائل وحينئذ فإن التبدل هذا سيجري على تلك الأيام على ذلك الوعاء فتلك الأيام هي وعاء للحدث فحينما يتبدل الحدث تتبدل الأيام يتبدل الوعاء هذه أيام عظيمة إنها أيام الخلق أيام خلق السماوات والأرض وهذه الأيام إذا أردنا أن نعود إلى حقائقها فهي ظهورات للحقيقة المحمدية ومن هنا يقولون لا تعاد الأيام لماذا لا تعاد الأيام يقولون فنحن الأيام تنحن الأيام لا تعاد الأيام فنحن الأيام هذه الأيام ظهورات لحقائقهم قطعا في مرتبة من المراتب في أفق من الآفاق فلا تعاد الأيام نحن الأيام هم الأيام أأخذ ما جاء في سورة المعارج أأخذ أنموذجاً آخر من الأيام التي حدثنا القرآن عنها في سورة المعارج في الآية الرابعة بعد البسملة تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة أنا لا أريد أن أتحدث عن تفاصيل هذا الرقم لكنني سأذهب بكم إلى سورة الحج وإلى الآية السابعة والأربعين بعد البسملة ويستعجلونك بالعذاب ولي يخلف الله وعده وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون في أحاديثهم في رواياتهم في تفاسيرهم من أن يوم القيامة يشتمل على خمسين موقف كل موقف مدته ألف سنة بحسب الآية هنا وإن يوماً من أيام مواقف القيامة يوم القيامة هو اليوم الأكبر وهذا اليوم الأكبر يشتمل على أيام صغيرة اليوم الأكبر هو هذا الإشارة إلى رقمه الآية هنا في سورة المعارج لا تتحدث عن يوم القيامة تتحدث عن يوم من أيام المعارج السورة هكذا تبدأ بعد البسملة سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة هذا يوم من أيام المعارج لكن الرقم هو هو ذكر في الأحاديث عن يوم القيامة فيوم القيامة يوم أكبر يشتمل على أيام أصغر تلك الأيام كل يوم منها كألف سنة مما تعدون بحسب الآية السابعة والأربعين بعد البسملة من سورة الحج وبحسب الأحاديث التي وردت في بيان مضمونها أنا لا أجد وقتا كي أقرأ عليكم الأحاديث ويستعجلونك بالعذاب ولي يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون حتى إذا أردنا أن نأخذ هذه اللقطة وأن نتعامل مع يوم المعارج هذا بحساب سنينا مقداره خمسين ألف سنة أنا حسبت حسابا على الورق سأقرأه عليكم حسبت حسابا على الورق خمسين ألف سنة ليوم واحد تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة افتردت أن السنين هذه كسنينا هذا اليوم مقداره خمسون ألف سنة ماذا فعلت قسمت خمسين ألف سنة على أربعة وعشرين لماذا أربعة وعشرين باعتبار أن اليوم من أيامنا يتألف من أربعة وعشرين ساعة قسمت خمسين ألف على أربعة وعشرين خمسين ألف سنة على أربعة وعشرين أفترض أن اليوم هذا يتألف من أربعة وعشرين ساعة الناتج ما هو الساعة الواحدة ستكون ألفين سنة وثلاثة وثمانين سنة فاصلة ثلاثة ألفين وثلاثة وثمانين فاصلة ثلاثة سنة يعني الساعة الواحدة من يوم المعارج تساوي ألفين وثلاثة وثمانين سنة أخذت هذا الرقم قسمت على ستين على ستين دقيقة قسمت ألفين وثلاثة وثمانين فاصلة ثلاثة تقسيم ستين كي أعرف كم تكون الدقيقة بالنسبة ليوم المعارج الدقيقة تكون أربعة وثلاثين سنة فاصلة سبعة أربعة وثلاثين فاصلة سبعة سنة يعني الذي عمره ستون سنة بهذا القياس سيكون أقل من دقيقتين بحساب يوم المعارج لا بحساب الله بحساب يوم المعارج هذا حساب الملائكة تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة بحساب الملائكة بحساب معارج الملائكة ثم أخذت عمر الخضر افتراضا بحسب الروايات نحن لا نعرف عمره بالدقة ولكن بنحو تقريبي من خلال الروايات هكذا يبدو من خلال القرائن أربعة آلاف سنة عمر الخضر قسمته على أربعة وثلاثين فاصل سبعة من السنين كي أعرف أن عمر الخضر كم سيكون من الدقائق النتيجة خرجت مية وخمسطعش فاصل عشرين يعني أن عمر الخضر أربعة آلاف سنة ساعتيا إلا خمس دقائق بقياس حساب يوم المعارج أربعة آلاف سنة إذا أردنا أن نأخذ الحساب بهذه النسبة والملاحظة ساعتيا إلا خمس دقائق يعني عمر الخضر حتى لم يصل إلى ساعتين عمر النبي نوح تسعمية وخمسين سنة مكث في قومه قسم تسعمية وخمسين على أربعة وثلاثين فاصل سبعة أقل من نص ساعة يكون عمر النبي نوح سبعة وعشرين فاصل ثلاثة أقل من نص ساعة بحساب يوم المعارج ذهبت إلى أصحاب الكهف ناموا ثلاثمية وتسعة سنة هذه الأرقام قرآنية ثلاثمية وتسعة تسعمية وخمسين كذلك قسمت ثلاثمية وتسعة على أربعة وثلاثين فاصل سبعة الناتج ثمانية فاصل ثمانية أن مدة نوم أصحاب الكهف لم تصل إلى تسع دقائق من حيث ملاحظة النسبة والتناسب مع التوقيت بالنسبة اليوم المعارج الذي جاء مذكورا في القرآن وهذا اليوم ما هو أطول يوم وليس يوما خاصا وإنما هو يوم من الأيام ولذا جاء منكرا ومنونا تعرج الملائكة والروح إليه في يوم في يوم من الأيام نكر منونا في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ليس يوما مميزا فهناك أيام الخلق التي هي وعاء للسماوات والأرض وهناك الأيام الجارية في داخل هذا الوعاء هذه أيام في وعاء تلك الأيام لكنها ليست كأيامنا هذه معارج إلى الله المعارج إلى الله لا تحسب بحساب حركة أفلاكنا فحركة أفلاكنا دون سماء الدنيا هذه لها حساب آخر لكنها جعلت في هذا القالب اللفظي وفي هذا القالب الرقمي مثلما جاء في سورة الزخرف في الآية الثالثة بعد البسملة إنا جعلناه قرآنا عربيا جعله في هذا القالب لماذا لعلكم تعقلون أما الحقيقة فهي شيء آخر وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حقي حقيقة القرآن هي هذه وليست في هذا المصحف هذا المصحف يشير إشارة من بعيد إلى حقيقة القرآن ومن هنا فإن حقائق القرآن عندهم فقط عند محمد وآل محمد وليست عندنا إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون فهذه الأرقام جعلت لنا بهذا الجعل لعلنا نعقل لعلنا نستفيد منها مثل ما أفعل الآن بين أيديكم إذا ذهبنا إلى سورة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة قدر حين نتحدث عنها نحن لا نتحدث عن زمان محدود الزمان المحدود الذي يمر علينا في ليال القدر يمثل صورة مصغرة من ليلة القدر في حقيقتها إذا رجعنا إلى سورة المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة هنا تعرج الملائكة والروح في سورة القدر تنزل الملائكة والروح فيها هناك عروج وهنا نزول وهذا النزول عروج عروج إلى مظاهرهم في الأرض والعروج هنا صعود إلى حقائق هناك المنطق هو المنطق تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة في سورة القدر تنزل الملائكة والروح فيها سلام هي حتى مطلع الفجر فليلة القدر خير من ألف شهر ويوم المعارج خمسون ألف سنة وأيام خلق السماوات والأرض وعاء وعاء هذه أمثلة من الأيام العظيمة ولكن هناك أيام أعظم فأيام خلق السماوات والأرض ستتلاشى في بعض مراتبها حينما تتلاشى السماوات والأرض حينما تتبدل وأيام المعارج هذه أيام عارضة تزول والمعارج مراتبها لا تعد ولا تحصى وليلة القدر ليلة سنوية هناك الأيام الأعظم الأيام الأعظم التي ذكرتها سورة إبراهيم في الآية الخامسة بعد البسملة ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور مر الكلام عن أيام الله وأنا أحدثكم في مجموعة حلقات أعرف إمامك عودوا إليها لا أجد وقتا للدخول في كل التفاصيل وذكرهم بأيام الله هذه هي الأيام الأعظم أيام الله هي أيام محمد وآل محمد إنها الأيام الثلاثة يوم القائم يوم الرجعة يوم القيامة الكبرى يوم القائم بوابة إلى يوم الرجعة ويوم الرجعة بوابة إلى يوم القيامة الكبرى حيث التحول الأعظم هذه الأيام الثلاثة هي الأيام الأعظم أعظم من أيام خلق السماوات والأرض لماذا؟ لأن الأيام تلك تتلاشى هذه الأيام لا تتلاشى يوم القائم سينطوي في يوم الرجعة ويوم الرجعة سينطوي في يوم القيامة وكل هذه الأيام الأمومة فيها لفاطمة فلا قيمة للحديث التاريخي عن رجعة فاطمة إذا أدركنا حقائق الرجعة وأنا أحدثكم هنا عن حاشية من حواشي حقائق الرجعة موضوع الرجعة موضوع عميق جدا عقيدة الرجعة أساس ديننا حقائق ديننا موجودة في عقيدة الرجعة فاعرفوا مدى ضلال رجال الدين الحمير من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل لا أتحدث عن زماننا هذا على طول الأزمنة منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجف سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة وإلى هذه اللحظة أعرف مدى الضلال الذي ضللوا به أجدادنا وأسلافنا السابقين وضللوا به أهباءنا وضللونا وضللوا الشيعة إنهم رجال الدين الحمير الذين لا يفقهون شيئا من الدين يحملون أسفارا يضحكون على الشيعة من أنهم يدركون حقائقها وهم حمير لا يفقهون شيئا هذا هو واقعنا الشيعي هذه الأيام الأعظم إنها الأيام الثلاثة يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ومن سورة إبراهيم أذهب بكم إلى سورة الجاثية وإلى الآية الرابعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الجاثية قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون أيام الله هي هي الأيام الثلاثة يوم القائم يوم الرجعة يوم القيامة الكبرى قل للذين آمنوا في أحاديث العترة الطاهرة للذين مننا عليهم بمعرفتنا بعلومنا بمعارفنا قل لهم أن يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ماذا يصنعون لهم يعلمونهم معارف العترة فحينما يعلمونهم معارف العترة فإنهم يغفرون لهم هؤلاء عامة الشيعة من أتباع رجال الدين الحمير من مراجع حوزة الطوسي لا يرجون أيام الله لأنهم لا يعرفونها كيف يرجون أياما هم لا يعرفونها هذا الكلام ما هو كلامي عودوا إلى تفسير القمي وغيره أحاديث العترة الطاهرة هي التي فسرت لنا هذه الآية وإلا فإن الآية لا تفسير لها إلا أن نلجأ إلى هراء سقيفة بن ساعدة وإلى هراء وسفاهة سقيفة بن طوسي قل للذين آمنوا آمنوا بمحمد وعليا آمنوا بقائم آل محمد فمن عليهم بالمعرفة والحكمة قل لهم أن يغفروا للذين لا يرجون أيام الله للشيعة الذين كانوا أتباعا لهؤلاء الطوسيين لرجال الدين الحمير الذين لا يفقهون شيئا من حقائق أيام الله هذه الأيام الأعظم أيام الله أيام محمد وآل محمد هذه الأيام أعظم من كل الأيام ومن هنا جاء التعبير القرآني عنها من أنها أيام الله نذهب إلى فاصل أعتقد إذا ما جمعنا بين المثال الذي ضربته لكم في أول حديثي عن مجمع القصور السلطانية ومن أن النسبة فيما بين الأحداث التي نراها كبيرة كحدث السفياني والخراساني واليماني وكذلك ما جاء في هذا التوضيح في قضية الأيام فهناك أيام خلق السماوات والأرض وهي أعظم الأيام وهناك أيام المعارج التي مقدار يوم منها خمسون ألف سنة وهناك ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر وهناك وهناك لكن كل ذلك ليس بشيء إذا أردنا أن نعود إلى الأيام الأعظم إنها أيام الله يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى البرنامج الإلهي مبني على هذه الأيام أيام خلق السماوات والأرض مقدمة لهذه الأيام أيام المعارج وليالي القدر مقدمات لهذه الأيام وكل مراتب الأيام هي من شؤنات النظام الذي هو مقدمة لأيام الله الأيام الأعظم هي هذه الأيام الثلاثة التي ذكرتها سورة إبراهيم في الآية الخامسة بعد البسملة وذكرتها سورة الجاثية في الآية الرابعة بعد العاشرة بعد البسملة هذه هي الأيام الأعظم الأمومة في هذه الأيام لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها ومن هنا فإن الحديث عن الجهة التأريخية المستقبلية لرجعة لرجعة فاطمة لا قيمة له بالقياس إلى هذه الحقائق فاطمة صلوات الله وسلامه عليها لها مقام الأمومة في كل هذه الأيام ولها مقام الأمومة في يومنا هذا أيضا لكنني أتحدث عن رجعتها هنا هي أم أبيها وأبوها كل شيء فهي أم كل شيء هي أم أبيها فاطمة أم أبيها وأبوها محمد ومحمد كل شيء فهي أم كل شيء ولذا في حديث الكساء حين سأل جبرئيل حين سأل الباري سبحانه وتعالى عن الذين تحت الكساء فماذا كان الجواب فاطمة وأبوها لها مقام الأمومة فاطمة وأبوها وبعلها وبعلها وبنوها لم يأتي الجواب محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين جاء الجواب هكذا فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها أضيف أضيف إليها إمام إمام الأئمة من ولدها من المجتبى إلى القائم أئمة الأئمة ثلاثة محمد وعلي وفاطمة وفاطمة إمام الأئمة من ولدها من المجتبى إلى القائم الحسن العسكري هو الذي يقول نحن حجج الله على الخلق وفاطمة أمنا حجة علينا لا أريد أن أتشعب في هذا الموضوع فلقد تحدثت عنه مفصلا في العديد من برامجي يمكنكم أن تعود إلى تلك البرامج التي تحدثت فيها عن تفاصيل هذا الموضوع مقام الأمومة ينشطر بحسبنا مقامات الأئمة لا تنشطر بحسبهم هم لهم مقام واحد ليس فيه من انشطار هذه الانشطارات انشطارات جعلية لعقولنا انشطارات اعتبارية إنا جعلناه قرآن عربي لعلكم تعقلون هذه انشطارات جعلية اعتبارية بالاعتبار العقلي بالاعتبار التعقلي لأجل أن ندرك المعاني مقام الأمومة من حيث نحن ينشطر إلى مقامي إلى مقام الإمامة والإمام أم حتى في اللغة الإمام يأتي من الأم ومن الأم من الأم فهو الأصل لأن الأم أصل ومن الأم لأنه الجهة المقصودة التي يصمد إليها التي يقصد إليها أما قصد فالإمام من الأم والأم الأصل والأم الخزينة الجامعة فالإمام أصل وخزانة إلهية جامعة تجل الله فيها والإمام قبلة وكعبة يأمها الآمون لا أريد أن أتشعب في هذه الجهات هذه المضامين تحدثت عنها في برامجي يمكنكم أن تعود إلى تفاصيلها في معنى الإمام وفي دلالة هذا العنوان الأمومة لفاطمة وأمومة فاطمة من حيث نحن لا من حيث هم من حيث هم هي أم أبيها وانتهينا وأبوها كل شيء من حيث هم من حيث نحن أمومتها تنشطر إلى إمامتها وإلى قيمومتها وهذه القيمومة مستمرة على طول تلك الأيام فتلك الأيام لها برنامج برنامجها هو الدين هو الدين هو الذي أرسل رسوله بالهدى وماذا بعد ودين الحق ليظهره على الدين كله هذا الدين أين يتجلى عند ظهور القائم وفي الرجعة وفي يوم القيامة الكبرى هذا الدين بحسب سورة البينة هو دين القيم في الآية الخامسة بعد البسملة وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين في الآية الخامسة بعد البسملة من سورة البينة وما أمر نحن وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفا ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة من هي هذه القيمة هذا دينها القيمة الموجودة على طول الخاط فهذا الدين دينها وهو دين الأيام الثلاثة التعبير من أن فاطمة قد رجعت ليس دقيقا سيكون مجازيا حينئذ لأن فاطمة متى لم تكن حتى رجعت فهي القيمة على الدين فهي متى لم تكن حتى رجعت وإنما التعابير ستكون مجازية 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 في برامجي السابقة تحدثت عن تفاصيل التاريخ المستقبلي الذي يجري على هذا التراب مثل ما نتحدث عن علائم الظهور مثلا أو عن وقائع الظهور لإمام زماننا لكنني أتحدث الآن بلحاظ الحقيقة بلحاظ الحقيقة متى لم تكن فاطمة حتى نقول عنها من أنها رجعت سترجع فاطمة هي متى لم تكن حتى أقول عنها من أنها سترجع فاطمة ما هي القيمة على الدين وهذا الدين هو نظام هذه الأيام الأيام الأعظم هي هذه الأيام الثلاثة يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى وهذه الأيام نظامها قانونها هو الدين وهذا الدين له قيمة هذا هو القرآن يقول وذلك دين القيم هذا هو دينها من هي هذه القيم هذا التعبير مؤنث واضح وذلك دين القيمة من هي هذه القيمة هل أحتاج إلى أن أستدل بالروايات الباقر قال هي فاطمة لكنني سأكون حمارا حمارا حقيقيا كحمير حوزة النجف لا كالأحمرة الحيوانية فإن الأحمرة الحيوانية أشرف بكثير روثها أشرف من عقول رجال الدين الحمير إذا لم أدرك من أن القيمة فاطمة من هي هذه التي ينسب إليها الدين إنها هي هي التي في كتبنا نحن الشيعة إذا كنا شيعة وفي كتب المخالفين في صحاحهم العين في كتبهم يقولون من أن فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها لماذا لأنها هي القيمة هي القيمة هو جعلها قيمة على دينه فحينما جعلها قيمة على دينه يعني أن رضاها هو رضا ويعني أن غضبها هو غضبه هذا هو المعنى المعنى واضح لا يحتاج إلى استدلال كثير القلوب المظلمة هي التي لا تقبل هذه الحقائق وإلا فالحقيقة واضحة واضحة جدا ولا أحتاج إلى روايات وذلك دين القيمة إنها فاطمة التي لها مقام الإمامة ومقام القيمومة وهذا هو مقام الأمومة من حيث نحن من حيث هم هي أم أبيها وانتهينا ولا حاجة لشرح هذه العبارة لأنني لا أفهمها وأنتم لا تفهمونها هذه العبارة يفهمها محمد صلى الله عليه وآله وتفهمها فاطمة إذا أردت أن أتحدث عنها أستطيع أن أتحدث لساعات ولكنني أتحدث في جهة بعيدة عن حقيقة المعنى نذهب إلى فاصل في الآية الحادية والستين بعد المئتين بعد البسملة من سورة البقرة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الآيات لها وجوه والآيات لها مطالع ومجاري هكذا أخبرونا وهكذا علمونا في منهج التفسير العلوي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير نحن عاهدنا الله وعاهدنا محمدا وعاهدنا عليا صلى الله عليهما وآلهما وعاهدنا صاحب الأمر إمام زماننا في بيعة الغدير الثاني عاهدناهم جميعا على أن نأخذ التفسير من علي فقط ومن علي فقط ومن علي فقط بحسب المنهج العلوي لتفسير قرآنهم فإن الآيات لها مطالع ومجاري وهم بيّنوا لنا ذلك عودوا إلى تفسير العياشي وهو جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية الحبة هنا فاطمة أنا لا أجد وقتا كي أقرأ عليكم الأحاديث والحبة عنوان للأمومة للأم هذه ما هي بحبة كحبة الحنطة مثلا وإلا أية حبة تنبت هكذا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل هل هناك من حبة يزرعها الزارعون الحبة الواحدة تخرج منها سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبولة مئة حبة هذه أمثلة تقريبية قلت لكم من أن القرآن استعمل الأمثلة كثيرا استعمل الأمثلة التقريبية نحن نحن هكذا نقرأ في سورة العنكبوت في الآية الثالثة والأربعين بعد البسملة وتلك وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون أمثال القرآن من جملتها من جملتها هو هذا المثال كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم هذه الحبة فاطمة لأن فاطمة لها مقام الأمومة والحبة عنوان من عنوين الأمومة إذا ما ذهبت بكم إلى سورة إبراهيم وإلى الآية الرابعة والعشرين بعد البسملة ألم تر كيف ضرب الله مثلا ضرب الله مثلا ما هو هذا المثل كلمة طيبة هذه الكلمة الطيبة فاطمة الكلمة الطيبة في عنوانها العام محمد وآل محمد وفي عنوانها الخاص فاطمة فاطمة خلاصة هذه الكلمة الطيبة محمد محمد الذي يقول من أنها روح التي بين جنبي فاطمة روح التي بين جنبي فاطمة مهجتي وروح التي بين جنبي الكلمة الكلمة الطيبة في أسمى صورها محمد محمد هو الكلمة الطيبة صلى الله عليه وآله ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون هذه أمثال علينا أن نتدبر فيها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء الكلمة الطيبة هي أم الشجرة الطيبة هي أم ومن هنا إذا ما ذهبنا إلى سورة النور فإن فاطمة هي الشجرة المباركة في الآية في الآية الخامسة والثلاثين بعد البسملة من سورة النور إنها آية النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس هذه هي الأمثال التي أمرنا بدراستها وتحقيقها تحقيق مضامينها ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم هذا هو المثل الأعلى في القرآن حينما نذهب إلى سورة النحل وإلى الآية الستين بعد البسملة للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى المثل الأعلى لله ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم وإذا ما ذهبنا إلى سورة الروم وإلى الآية السابعة والعشرين بعد البسملة وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة حين نسلم عليهم حين نسلم على فاطمة وآل فاطمة هكذا نسلم عليهم السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجا وأعلام التقى وأعلام التقى وذو النهى وأولي الحجا وكهف الوراء وورثة الأنبياء والمثل الأعلى هم هم ومن غيرهم ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم هذه المشكات فاطمة والمصباح فاطمة والشجرة المباركة فاطمة الشجرة المباركة محمد روحه فاطمة حبة كلمة طيبة شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء شجرة مباركة زيتونة يكاد زيتها يضيء يضيء ولو لم تمسسه نار هي 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 الليلة المباركة مظاهرهم هذه في كل شيء إذا ذهبنا إلى سورة الدخان بعد البسملة حاميم حاميم والكتاب المبين حاميم اسم رسول الله ورمزه في كتاب هود في ديانة النبي هود حاميم والكتاب المبين والكتاب المبين علي علي ما أنا الذي أقول موسى بن جعفر هو الذي يقول الروايات موجودة لا أجد مجالا لإيرادها حاميم حاميم محمد والكتاب المبين علي إنا إنا ماذا فعلنا أنزلناه في ليلة مباركة الليلة المباركة عنوان لفاطمة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين إنها ليلة القدر ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر فيها يفرق كل أمر حكيم إنها هي هي إنها الليلة المباركة إنها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ففاطمة هي الحبة التي تنبت سبع سنابل والتي في كل سنبلة منها مئة حبة وألف حبة ومليون حبة ومليار حبة وتريليون حبة وإلى المال نهاية وفاطمة هي الكلمة الطيبة وهي الشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين وفاطمة هي المشكات وهي المصباح وهي الشجرة المباركة المباركة الزيتونة التي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار لكنها ما هي نور على نور تلك هي فاطمة هذا هو مقام الأمومة إنها الليلة المباركة التي يفرق فيها كل أمر حكيم مثل ما جاء في سورة الدخان إنها الكوثر الكوثر في سورة الكوثر في الآية الأولى بعد البسملة من سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر هذه فاطمة هذه فاطمة ومن غيرها في لغة العربي الكثير والأكثر والكيثر لكن هذه اللفظة الكوثر الكوثر هي أوسع كلمة في لغة العربي تشير إلى الكثرة التي لا حدود لها عندنا الكثير وعندنا الأكثر وعندنا الكيثر لكن الكوثر على زنة فوعا وهي زنة نادرة في لغة العرب الكوثر 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 إنه الأكثر والأكثر والأكثر في جميع الاتجاهات إنها فاطمة إنها فاطمة إنها الحبة التي أنبتت سبع سنابل إنها الكلمة الطيبة إنها الشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين إنها الشجرة المباركة الزيتون إنها نور على نور إنها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر إنها الليلة المباركة التي يفرق فيها كل أمر حكيم إنها فاطمة إنها فاطمة ومن غيرها إنها الكوثر نذهب إلى فاصل ما نقرأه في الزيارة الجامعة الكبيرة وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان ما نقرأه هنا إشارات إلى هذه الحقائق ونحن نخاطبهم نحن نخاطبهم فنقول الزائر هكذا يقول مؤمن بإيابكم مصدق برجعتكم مصدق برجعتكم بالمعاني العميقة للرجعة لا بالمعاني السطحية للرجعة مؤمن مؤمن بإيابكم مصدق برجعتكم منتظر لأمركم مرتقب لدولتكم ثم ثم يتأكد هذا المعنى حتى حتى نقرأ في حديث الكساء الشريف حين سأل جبرائيل الباري سبحانه وتعالى يا رب ومن تحت الكساء فماذا قال سبحانه وتعالى هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها هم أهل بيت النبوة أول عنوان نذكره في الزيارة الجامعة الكبيرة أول جملة السلام عليكم يا أهل بيت النبوة إنها فاطمة فاطمة وآل فاطمة إنهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها السلام عليكم يا أهل بيت النبوة حتى يحيي الله تعالى دينه بكم ويردكم في أيامه ويظهركم لعدله ويمكنكم في أرضه فمعكم معكم 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 معك يا فاطمة فمعكم معكم لا مع غيركم ويتأكد المعنى في الزيارة مرة أخرى وجعلني ممن يقتص آثاركم ويسلك سبيلكم ويهتدي بهداكم ويحشر في زمرتكم ويكر في رجعتكم ويملك في دولتكم ويشرف في عافيتكم ويمكن في أيامكم أيامهم أيام الله يوم القائم يوم الرجعة يوم القيامة الكبرى هذا هو يوم دينهم أنتم تقرؤون في صلاتكم يوميا مالك يوم الدين يوم الدين هو يوم القيامة مقدمته يوم الرجعة ومقدمة يوم الرجعة يوم القائم هذه أيام الدين وهذا الدين هو دين القيمة وهذه القيمة هي إمام الأئمة من ولدها من المجتبى إلى القائم هذه التي لها مقام الأمومة إنها أم أبيها وكل الأيام هذه هي أيام دينها فلابد أن تكون حاضرة موجودة شاهدة الحديث عن رجعتها مجازي فاطمة هي القيمة على الدين هذا شيء من حواشي حقائق الرجعة وإلا فإن الحديث عن الرجعة حديث عميق عميق وعميق جدا أقول الحمير الطوسيين لا تستطيع أن تلامسه لا من قريب ولا من بعيد هذه هي حقائق دينكم وهذه هي عقائدكم لا أقول لكم خذوها مني تسليما تفحصوها فكروا فيها احترموا عقولكم واحترموا دينكم واحترموا أئمتكم واحترموا إمام زمانكم واحترموا أمكم فاطمة احترموها حتى تستطيع أن تعتقدوا العقيدة السليمة ترجمة نانسي قنقر